اهلا بكم حبايبي طلاب جريت سريف درس جديد على قناة برايفت ماس لسون هنحاول نعبر عن الوقت عن طريق استعمال الفائف منتس طيب احنا خدنا قبل كده الاولاد وكنا عارفين ان الاور او الساعة بيكون فيها دراعين او احنا بنسميه مع قارب ادراع الصغير بنسميه الاور هاند او ادراع اللي بيشير ناحية الاور يعني ده بيشير لكام لتن يعني الساعة كام دلوقتي تن اور هو بيشاول لتن طيب ادراع التن الطويل بنسميه ايه المنت هاند او ادراع اللي بيشاور على المنتس طيب احنا عارفين قبل كده ان الساعة كلها المفروض فيها كام منتس فيها سيكستي منتس طيب ليه احنا خدنا الدرس ده بعد على طول المالتبلز لان تعتبر يا اولاد الساعة مالتبلز اوف فايف يعني ايه هنا الان ده بيشاور لان اول فايف مينتس لما عد اول فايف مينتس عملنا وان يعني الان ده بيشير لان طايمز فايف ايكوال كام فايف مينتس طيب التو دي يعني ايه يعني تو طايمز فايف اللي هي تن مينتس يعني كل شرطة من دي بتقولك عدة five minutes طيب من الطول السري دول قد ايه دول كده كلهم five minutes يعني عندي الطول المفروض مشيت كام ten لما اجي اخش كمان five يبقى هنا 15 minutes طيب الفور الفور يعني ايه يعني وانت هنا عايز تعرف المينتس قد ايه اعمل times five على طول يبقى احنا four times five twenty minutes يبقى هنا عدة twenty طيب الفايف دي يعني ايه يعني five times five minutes يبقى هنا لو الهاندي دي جه وشور على الفايف دي يبقى مشي كام منتس مشي twenty five minutes طيب هنا بالنسبة للسيكس السيكس يعني ايه five times six equal count equal thirty يبقى هنا السيرتي هنا السيرتي منتس وممكن نقول عليها الايه الهاف يعني الساعة لما يعدي نص ساعة بتعدي الايه المنطقة دي طيب السيفن دي يعني ايه يعني لو انت عايز تعرف الشرطة دي بتشاور على ايه الشرطة دي بتشاور على seven times five او five times seven اللي هي السيرتي فايف طيب والايت فورتي الناين فورتي فايف اللي هو تابل فايف يا اولاد ده تابل فايف طيب التن فايف تابل طيب عند الاليفن يبقى ففتي فايف يبقى عدى ففتي فايف منتس عند التوالف يبقى لسيكستي منتس كلهم عدوا تمام؟ يبقى التوالف في البداية ما بتبقاش توالف بتبقى zero يعني مكانها zero في موجود هنا zero zero times five اي حاجة times zero بزيرو وبعد كده نمشي one two three four five اول five نكتب عندها one عشان نعرف ان عدى five منتس طيب التو ديت يعني عدى two من الفايف منتس طيب السري دي يعني ايه يعني عدى three groups من الفايف منتس كل واحدة من دي عبارة عن five منتس طيب لما نيجي نعبر عن ال hour يا اولاد او الساعة عندي نوعين من انواع التعبير ممكن نعبر عنها بالصورة دي اللي هي بنسميها digital clock والصورة دي اللي هي الانالوج clock digital clock سهلة جدا هي والانالوج clock احنا النهاردة حنتعرف على الكوارتر كنا اخذنا قبل كده الكوارتر يعني الايه يعني الربع من اول هنا لحد هنا دي الحتة دي كده هو بنسميها الكوارتر طيب الكوارتر ده بعد قد ايه يعني هنا الساعة جات على ten وبعد كده عدت بعدها ايه عدت بعدها بكوارتر او fifteen minutes طيب نكتبها ازاي نكتب كده ten وجنبيها ففتين it's ten o'clock ففتين يعني الساعة عشرة وخمستاشر دقيقة طيب لو عايزين نكتبها بنكتب كده it's quarter past ten يعني ايه باست باست يعني بعد كلمة باست يعني بعد الساعة عشرة يعني عدينا كوارتر بعد الساعة عشرة طيب نيجي هنا الاول هند على كام على تن طيب والسكس دي يعني ايه احنا قلنا بقى نعمل times five على طول five times six equal thirty على طول ما كما تشوف المنتس هند على طول تقول times five طيب نكتبها ازاي نقول كده it's half past ten يعني ايه half past ten يعني عد نص بعد كام بعد الساعة عشرة يعني بعد الساعة عشرة عدينا ايه عدينا نص طيب نيجي هنا nine يعني كام نعمل nine times five اللي هي five times nine اللي هي تبقى كام forty five يبقى two o'clock and forty five minutes طب لما نيجي نكتبها بنقول ايه it's quarter to eleven نخبالنا كلمة to يعني لحد ما نوصل لالeleven يبقى فاض القوارتر لحد ما الأور هند يوصل لالeleven يبقى حنا نتفق مع بعضينا في النص الاولاني بنقول past يعني بعد لكن بعد ما نعدي الsix لما نتكلم عن القوارتر نقول to ونزود الاور ايه one hour طب لما عدنا نشوف الاسرسيز الجميل ده عايزين نتفق ان table five مهم يعني دلوقتي لو انتم مش حافزين table five كويس نراجع table five عشان حنستعمله هنا كتير هنا write the time in two ways عايزين نكتب time عن طريق digital clock وعن طريق الانالوج clock لو بالdigital clock وعايز اكتبه هكتبه ازاي حاول ايه انا عندي الاور هند فين عندي 7 يبقى نكتب 7 طيب المنتز هند بقى عند كام عند السري وانحنا اتفقنا ان السري دي يعني كام منتز نقول على طول three times five يديني 15 يبقى هنا 15 طيب لما نيجي نكتبها احنا قولنا ان الففتين يعني quarter يعني الربع ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع ده quarter ومن السري لحد الsix another quarter وده quarter وده quarter طيب القوارتر ده عدة ولا ما عداش او عدة يعني الساعة سبعة هنا وعدة quarter نقول ايه بقى it's quarter best best seven يعني عدة بعد الساعة سبعة ربع ساعة طيب نيجي هنا الour hand فين اهو ما بين two والسري لي عشان عبردك بيتحرق شوية طالما ما بين two والسري هنعتبروا اك انها two طيب يبقى هنا two المنتز هند فين موجود هنا اهو بيشاولي على six طب نكتب هنا six وانا نكتب ايه هو بيشاولي على المنتز عدة كام منتز مش هتقعد بقد نعد الشرط الصغيرة دي بحنا عرفنا ان كل واحدة من دول بفايف يبقى five وفايف وفايف يبقى نشوف المالتبلز طيب الsix دي عدة five groups of cam of five يبقى عدة قد ايه نقول على طول five times zero six يبقى cam يبقى search طيب الحتة دي كلها سمينها ايه سمينها هاف او النص بتاع الساعة يبقى نقول ايه باست 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 ايه بعد الساعة كام باست باست two يعني عدة نص بعد الايه بعد الساعة اثنين طيب اللي بعد كده ها الhour hand فين اهو بيشاور على ال six يبقى نكتب ايه نكتب six طيب ال minutes hand بيشاور على ال 12 اوه طيب بيشاور على ال 12 هنقول ان هي لسه zero يعني لسه مبدأش ولا بدأ طيب هو بيشاور طالما بيشاور عليها بالظبط يبقى عمرك ما نقول 60 يبقى على طول zero يعني ما ينفعش ابدا نكتب six hours and 60 minutes لان ال 60 بيتحول ال one hour يبقى لما نشوف ال minutes hand على ال 12 نقول لا ده بدأ مش zero يبقى هنا ايه zero zero طيب it's six o'clock نيجي نشوف هنا ال hour hand بيشاور علي ايه؟ بيشاور على ال five طب خدوا بالكوا يا اولاد ده هو ال five طب هنا ده ده داخل على ال 12 يبقى دي five ولا four ناخد بالنا ما هو ما ينفعش five ونقول بعديها minutes كتير ده لسه ما دخلش على ال five وفطل له حتة ويجي على ال five يبقى دي four طيب ال minutes hand بيشاور علي ايه؟ عن nine اعرف ازاي ال minutes اللي موجودة اقول كده five times nine يديني كام؟ 45 طيب ال minutes hand ده فدله قد ايه؟ ويوصل لل ايه؟ لل 12 فدله قد ايه؟ ويخلص الساعة فدله quarter يبقى لما نيجي نقول نقول it's quarter two يعني فضل quarter عشان يوصل كام؟ لل five يبقى it's quarter two five نيجي اللي بعديها ال hour hand ده على كام؟ على nine عدها او لا؟ عدها شوية يبقى nine طيب السري عني كام؟ خلاص نحفظها السري يبقى 15 minutes على طول طيب والسري يبقى ايه؟ يبقى quarter عدى quarter ولا معداش عدى؟ it's quarter best nine يعني عدى quarter بعد الساعة كام؟ بعد الساعة تسعة نحفظ هنا ال hour hand وال minutes hand هما الاتنين عند كام؟ عند الساعة كام؟ يبقى الساعة كام؟ يبقى الساعة بالظبط 12 يبقى هنا 12 00 عندما نكتب سنقول it's 12 o'clock it's 12 it's 12 o'clock it's 12 o'clock it's 12 o'clock طالما مع بعضين يا أولاد نشوف ال learning point دي ودي احنا قلناها من شوية في ايه؟ ونشرح الليسون في الاول الرسمة ديها أولاد مهمة جدا جدا الرسمة دي بتقول لنا اننا الجزء ده ب five minutes one معناها five minutes طيب لو هنسكيب counting بقى another five نوصل لكام؟ نوصل لتن؟ يبقى two عبارة عن ten minutes طيب three بتعبر عن كام؟ fifteen minutes طيب four بتعبر عن كام؟ twenty minutes يبقى كل جزء من ده ب five minutes طيب هنا المنتس هند عدى قد ايه؟ عدى twenty minutes منتس اوكي؟ يبقى احنا بنعرف عن طريق الايه؟ النمبر اللي هلا وعلشان يبقى الموضوع سهل لازم تحفظه تماما طيب نجي نشوف هنا الجميل ده بيقول لجوين أنا عندي هنا seven يعني ايه؟ thirty five يعني two and thirty five فين هي اهي؟ مين تاني؟ five يعني ايه؟ يعني twenty five هنا two يبقى two clock and twenty five minutes طيب هنا two and fifty five minutes الـ eleven يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ five times eleven is fifty five فين الـ fifty five فوق اهي؟ يبقى انا عندي two and fifty five minutes طيب هنا eight تبقى forty اللي احنا قلنا الـ eight five times the eight is forty يبقى two clock and forty minutes طيب التن five times the ten is fifty يبقى ده ماشي fifty minutes يبقى two and fifty minutes يولا ما بعضين نشوف نظر ايكسرسيز يقول لي write the time نكتب الوقت طيب ركز هنا بقى الـ our hand عند الـ five والـ minutes hand عند الـ eleven الـ eleven يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني fifty five لان five times eleven fifty five fifty five دي يعني الرابط خلاص تخلص الرابط توصل للايه؟ للـ twelve يبقى معنا كده ان الـ five ما ينفعش قول five five and fifty five يبقى لازم ده يكون قريب من الكام من الـ six يبقى دي مش five يبقى four and fifty five minutes طب هنا seven seven two يعني ايه؟ يعني ten هنا بعد الـ five عندناها يبقى five and عايزين نجيب الـ minutes هنا eight يبقى نعمل five times eight يبقى forty هنا one هنا عند الـ four four times five يبقى twenty يلا هنا هنا one 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 يعني five minutes نكتبها كده zero five نحن نسيب two digits لكي نكتب فيهم المنتز هنا two seven يعني thirty five هنا three five يعني twenty five هنا هنا نأخذ بالنا لو قلت twelve يبقى انا ايه؟ اقول twelve and fifty minutes يبقى قربت على one لا يبقى دي مش twelve ده هي eleven وقربت توصل الـ twelve يبقى هنا eleven and fifty minutes نحن نسيب يقول لي وقربت الـ نرسم الهندس نين and fifty يبقى هنا الصغير عند الـ nine وكبير عند الـ five هنا twenty five يبقى هنا ممكن نعديه شوي تلك وتوينتي هنا so three 40 يعني الخاص ب البداية يجب أن تصل إلى 4 يجب أن نفعلها بين 3 و 4 4 يجب أن تصل إلى 8 1 و 55 منتظر 55 منتظر أن تصل إلى 5 يجب أن تصل إلى الهند الصغير نحاول أن نقربه من 2 و الكبير 55 6 و 10 منتظر 6 يجب أن تصل إلى الهند الصغير 10 20 منتظر 8 50 نحن نقرب من 9 نحن نقرب من 9 نحن نقرب من 9 بعد ذلك 50 4 4 35 نحن نقرب من 9 نحن نقرب من 9 نحن نقرب من 9 0.2 0.2 0.2 يعني 0.2 0.2 يعني 10 0.2 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 0.3 0.3 0.25 نتعرف على 8.25 مرتين نرى أخر نتعرف على ماذا؟ سنتعرف على شيء اسمها الابسة يعني كلمة الابسة يعني عدة وفات يعني الوقت اللي عدة نحن نعرف الوقت اللي عدة قد ايه طيب عشان اعرف الوقت اللي عدة قد ايه محتاج اعرف حاجتين محتاج اعرف شيء اسمها اللي عدة قد ايه يعني الوقت اللي انا بدأت فيه ومحتاج اعرف حاجة اسمها اللي عدة قد ايه اللي عدة قد ايه يعني مثلا انا عندي روشا بدأت تقرأ امتى ات ايه ات ناين اكلوك اهي ات ناين اكلوك ات ناين اكلوك خلصت القراءة بتاعتها عند ناين ايه and 40 for how long did she read يعني هي قعدت قد ايه تقرأ هو ده بقى اللي يهمني نبص بقى الفرق ما بين هنا وهنا المنت هند ده مشي قد ايه مشي كل دول اهو مشي كل دول طب مشي قد ايه مشي 40 يبقى انا لازم اعرف ال start time ولازم اعرف ال end time واشوف اللي ما بينهم قد ايه بعد five minutes كان الساعة كام هي بدأت قراءة من هنا بعد five minutes هي لو بصت في الساعة هتلاقيها كده nine o'clock and five minutes طب لو بعد 10 minutes هنلاقيها كده طيب لو بعد 30 minutes وبصت في الساعة هتلاقيها كام هتلاقيها كده عند nine forty يبقى هي خدت 40 minutes في الاراية بتاعتها طيب يلا نشوف اللي تشك الجميل ده يوسف started swimming يوسف بدأ التمرين بتاعه بتاع السباحة at five o'clock الساعة خمسة and he finished at five twenty five وخلص التمرين بتاعه الساعة خمسة and twenty five minutes for how long did he swim قعد قد ايه ثم يقول الطيب هو بدأ امتا؟ بدأ at five ادي five خلص امتا؟ five and twenty five يعني عبكت بالظبط five and twenty five يبقى عده قد ايه؟ المينتس هند عده قد ايه؟ عدى دور كلهم كده لحد الفايف يبقى الحتة دي كلها قد ايه؟ 25 minutes سننجد رؤية ن straddle محلما كيف بدأ تشيبين محلما بدأ أمتى 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 النقطة الأول أمتى معا 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 و الان لقد قلت الأول راوند تي الفرست راوند حدي تقدي ايه؟ يعني المينتس هنده ميشي قدي ايه؟ هو ميشي من اول هنا يتعتبر الزيرو لحد الناين الناين قلنا كام؟ 5x9 يبقى الفرست راوند توق 45 مينتس عشان ده قعد 45 مينتس او ممكن نقول الالابس التايم 45 مينتس الوقت اللي عده او الوقت اللي انقضه 45 مينتس طيب نيجي هند اول انجليش لسن بدأ امتى تان اكلاك اتفنشد ات زي ما انتو شايفين كده الاول هند بتوين التن عند الاليفن والمنتس هند عند السيفن سيفن يعني ايه؟ يعني سيرتي فايف يبقى هو فنشد ايه؟ تان اكلاك ان سيرتي فايف مينتس يبقى فور هاو لونج ده الانجليش لسن تيك؟ خد قد ايه الانجليش لسن المينتس هند مش قد ايه؟ مش سيرتي فايف مينتس يبقى زي انجليش لسن توق سيرتي فايف مينتس اللي بعده حبيبة وانت تو ابارتي ات ات اكلاك يعني حبيبة رحت الاحتفال ات ات اكلاك زي ما انتو شايفين كده ما بين الايت والناين والمينت هند عند التن المينت هند عند التن يعني ايه؟ عمل ففتي مينتس مش ففتي مينتس يبقى what is the time period of the party time period يعني الوقت بتاع party الوقت بتاع الاحتفال ايه؟ زي ما تقديم الوقت the time period of the party المفروض is came 50 minutes يقولم بركس مور بيقوللي West of a 7 واصح الساعة سبعة he gets ready at the time انظروا صحيح الهوسين بين الهوسين والهوسين الدخول. 내가 تخبرتها عن 20 minutes وانتظر어 عن 20 minutes يقوم بكثيرا عنه وقفه عليك إفترض أن يكون يعد من المتجنين وابدأ إلى 20 minutes وقفه لعداء وقت 20 minutes يبقى لو جالي سؤال وقالي الالابس التايم توينتي مينتز طيب هنا درو زهاندس انزا كلاك توشو زه تايم ان ايتش افزا فالوين يارا استارتت بلاينج تنس ات ايه ات سكس كلاك شي بلايت فور سيرتي فايف مينتز لعبت سيرتي فايف مينتز يبقى الهاندس بتاعت الساعة بقى شكلها عمل ازاي what time did she finish she finished امتا she finished six o'clock and thirty five minutes نرسمها ازاي السكس اهي طبعا هي مشت بعد السكس شوية فحنحركها احنا ما بين السكس والسيفن شوية كده مسلا طيب والسيرتي فايف عند السيفن اللي بعديها حسن left home at seven حسن راح المدرسة اهو وخرج at a at seven it takes him twenty minutes to get to school خد twenty minutes عشان يوصل للسكول what time did he get to school حيوصل امتا لو هنكتبها بالديجيتال seven o'clock and twenty minutes طب لو هنكتبها هنا اهو الاور هند عند seven والمنتس هند عند four ليه عند four لان four هي twenty minutes نيجي البروبلي اللي بعد كده بيقول the train to alexandria arrived at nine o'clock يعني القطر وصل سكندرية at nine o'clock it left the station fifty five minutes earlier to get to alexandria هو ايه هو مشي من المحطة من بدري طيب بدري قد ايه fifty five minutes كلمة earlier يعني من بدري هو مشي من fifty five minutes طيب what time does the train leave the station هنا بقى ناخد بالنا ان ال nine دي مش ال starting time لا دي ال finishing time يعني ايه يعني المفروض ان انا اعمل time قبل ال nine ب fifty five طب ال nine تبقى املا ازاي تبقى هنا كده كده وكده نرجع ال minute hand fifty five minutes يمشي fifty five بالعكس بقى لحد ما يوصل لمن لل one يبقى هو تحرك امتى eight o'clock and five minutes مسألة حلوة ياولاك جدا يبقى هو تحرك eight and five minutes لما يجي نحط عليهم بقى fifty five minutes نزودهم يوصل لحد مين لحد nine طب اللي بعد كده a tv show ended at eight البرنامج بتاع التلفزيون خلص at eight it lasted for have an hour قعد قد ايه قعد نص ساعة يبقى بدأ من امتى يبقى بدأ قبل eight ب thirty minutes ب have an hour يعني بدأ امتى بدأ seven and thirty minutes عشان لما اجي احط عليهم have an hour نوصل لمن لل eight يبقى هو بدأ seven thirty نيجي challenge بيقول سلمس بيانو lesson begins at four fifteen يعني الدرس بتاع البيانو بيبدأ الساعة 4 and fifteen minutes it lasted for thirty minutes هيقعد قد ايه thirty minutes طيب at what time does her lesson end اللي بتاح هي خلص امتى طيب نشوف starting time four and a فهو بدأ كده قعد add a thirty minutes يبقى ده حيمش thirty يبقى five ten twenty twenty five thirty يبقى ده لو تحرك thirty يمش لحد a لحد nine يبقى الهندس عامل ازاي ما بين four وال five وال minute hand عند a عند nine يبقى time is four and forty five a forty five minutes وبكده يا أولاد يبقى احنا خلصنا لسون twenty six and twenty seven اللسون دي مبنية اساسا انتو تكون معارفين تابل five طيب الهومورك بتاعنا ايه الهومورك بتاعنا برضو نذاكر التابلز نحفظ التابلز يا أولاد من أول تابل تو لحد تابل ايت مهم جدا وبالتوفيق ان شاء الله اشترك